بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثاني من الشابطر الثالث بعنوان isometric sketching سوف نعرض مراحل لرسم المنظور بتاعنا steps وأول مرحلة أو أول خطوة عشان نرسم المنظور اللي هي positioning object we must place the object in the position which its shape and features are clearly seen لازم نضع المجسم بتاعنا بحيث يعطينا أوجه واضحة وملامح واضحة الخطوة الثانية define an isometric axis يعني لازم نحدد المحاور بتاع المنظور بتاعنا والخطوة الثالثة sketching the including box أي منظور حيكون داخل مكعب أو متوازي مستطيلات ولازم نرسمه الأول الخطوة رقم أربعة add details لازم نعطي تفاصيل أو نرسم تفاصيل المجسم بتاعنا والمنظور والخطوة الخامسة dark invisible lines لازم نوضح الخطوط الظاهرة وهنا ملاحظة مهمة note in isometric hidden lines are omitted يعني إيه؟ يعني الخطوط المخفية في ال isometric لازم إيه؟ لازم نحذفها إلا إذا كان في ضرورة unless there are absolutely necessary to completely describe the object إلا إذا كانت في ضرورة عشان تحصل على منظور بأكثر وضوح بالنسبة لي defining axis يعني لازم نحدد المحاور بتاعنا عندنا ثلاثة محاور محور في اتجاه ال x ومحور في اتجاه ال y ومحور في اتجاه ال z المحور في اتجاه ال x ده بيعمل ايه؟ بيعمل زوية 30 بالنسبة للخط الأفقي ده دي أول معلومة مهمة المحور x بيعمل ايه؟ بيعمل زوية 30 المحور y كمان من ناحية الثانية بيعمل ايه؟ بيعمل زوية 30 مع الخط الأفقي ده والمحور z ده سهل ده بيعمل زوية 90 بالنسبة للخط الأفقي يعني هو الخط العمودي يعني الزاوية بين ال x و z تساوي كم؟ تساوي 60 بين ال y و z بتساوي كمان 60 وكده عملنا ايه؟ حددنا المحور بتاعنا وممكن بعدها نبدأ نرسم ايه؟ ما يسمى بالإنكلوزينج بوكس اي منظور هيكون داخل ايه؟ هيكون داخل متوازي مستطيلات اخذنا هنا المثال مكعب طول أبعاده على ال x عندنا 50 على ال y عندنا 50 وعندنا على z 50 مليمتر بعد ما حددنا المحور ال x وال y وال z هنروح في اتجاه ال x 50 مليمتر في اتجاه ال y 50 مليمتر وفي اتجاه z 50 مليمتر وبعدها هنيجي للنقطة دي ونرسم خط عمودي موازي لل z طوله كم؟ طوله 50 مليمتر من ناحية التانية كمان هنيجي للنقطة دي ونرسم خط عمودي موازي لل z طوله كم؟ طوله 50 مليمتر ممكن يكون عندنا في رسمة تانية الفاعة ده مثال 60 يعني هناخد الخط ده والخط ده والخط ده طوله كم؟ طوله 60 مليمتر بعدها هنوصل النقطة دي بالنقطة دي ودي حاجة سهلة نعملها النقطة دي بالنقطة دي عشان نكمل البوكس بتاعنا بعدها هنرسم الخط ده هو خط موازي للخط ده يعني كم بعده بعده 50 مليمتر وبعدها هنوصل النقطة هذي بالنقطة هذي وكده ايه هتحصلنا على البوكس والمنظور بتاعنا هيكون داخل البوكس ده ما فيش اي خط من المنظور هيكون برا ايه البوكس